على كل أحوال على ذكر اتحاد الكورة بالمناسبة كنا نتكلم من شوية عنه اتحاد الكورة تلقى بالأمس اختار من الكاف بتحديد موعد مباراة منتخب مصر الأول للسيدات أمام نظيره السنغالي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم تقرر إقامة المباراة الأولى في ذهاب المرحلة النهائية للتصفيات طبعا بين مصر والسنغال إن شاء الله يوم 27 نوفمبر المقبل على أن تقام مباراة العودة بعدها بأسبوع في مصر بنفكر حضراتكم أن المنتخب مصر للسيدات تأهل لهذا الدور بعد ما جدت فوزه على منتخب جنوب السودان بأربعة أهداف دون رد وبرضو الجديد بذكر أنه بيشارك منتخب مصر الأول في التصفيات المؤهلة لكان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي طبعا بعد المشاركة في النسخة الماضية كل التوفيق طبعا يعني كل الدعم أكيد في الأول وفي الآخر وأعتقد دي بس البداية كريم يعني مواسم السنوات القادمة مع التغير في الثقافة ومع كمان أن فكرة الأندية المختلفة عندنا بدأت أنها تركز على كورة القادم النسائية وغيره ده حيبق لي إنعكاس كبير طبعا على المنتخب تحديدا لما بتتكلم عن النادي الأهلي الدوريسي عنده يعني فريق محترم جدا حتى وإن كانت فيه بداياته لكن ده بيديك يعني مؤشر للقادم بإذن الله للمنتخب نتمنى ذلك ترجمة نانسي قنقر